اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بيكتسب الخبرة وبيكتسب يعني بتكون الفرقة وقفة على رجلها ويقدر الموهبة عنده تظهر والموهبة عنده يساعدوه من اللعبة الكبيرة انت لو كنت بتلعب يطلع لك ناشئ صغير مثلا بيبقى جنبك انت بتساعده ممكن بتقول له مثلا امسك هنا ارجع تاني اتحرك الحتة لي خلي بالك وانت بتشوت مش عارف عبلي الكورة الباص بتاعتك بقى فيه توجهات من اللعب الكبير اللعب الصغير فبستفيد منها لكن فعلا يعني النهاردة ماتش النهاردة عجبوني جدا الصراحة من اللعب في فرقة كبيرة يعني فرقة السيراميك اللي بطرة وعملين شغل كويس جدا فرقة السيراميكة ويعني مصطفى الشبير مين اللفت نظرك بقى في اللعبة سواء مبارات النهاردة او مبارات السابقة مبارات السابقة يعني مصطفى الشبير طبعا تجربة جميلة جدا واستفاد جدا واثبت انه هو عندنا حراس مرمى ناشئين يقدروا مش ناشئين بقى طبعا لاندول خلاص في الفرقة الكبيرة يعتبر يقدر يقف يبقى حرس مرمى فريق النادي الاهلي تقدر تعتمد عليه يعني معنا كابتن شناوي ومعنا علي لطفي ومعنا شبير وخلي بالك ايه حفظة على النهاردة اللي شارك في بعض الواجه وفرحم جدا وفي مصطفى مخلوف كمان مصطفى مخلوف هي لازم كده يا كابتن السابق عندنا نجيب يعني نطلع من عندنا نطلع حرس مرمى ويختبره وتشوف فعلا يصلح او ما يصلحش ويبين مع المتشاط لان انت عارف انت طبعا لعيب كرة وعارف وجربت قبل كده طول ما انت رجلك في الملعب هتلاقي نفسك مستواج بيعلى ويبقى فيه تنافس بين اللعيبة مصطفى شبير كان عندنا برضو يعني اللي عجبني كمان رأفة خليل النهاردة جاب هدف حلو النهاردة ومن اللعيبة المميزة انا ببص عليها مش هدف كمان التحرك بتاعه استلامه لكرة ازاي وسطه بيلفه وحطاه في الزاوية البعيدة الحاجات دي بتبين لك ان اللعيب دي عنده بعد كده بقى المدرب بيشتغل معه هتجبولنا الهدف تعرفت خليل كده شباب عشان يعني كابتن فاوز سكوتي كان مهاجم كبير هو يحلل بقى وفيه برضو يعني محمد فخري برضو في نص الملعب مع الشغل مع الخبرة ادي الهدف تعرفت خليل بص ادي جريته استلامه لكرة وحطا وحط وش رجله الشمال في الزاوية البعيدة مع باصص على الجون وشايف الزاوية البعيدة وحطيتها فرحته بص كناشئ صغير احرز اول هدف ليه في الدور الممتاز بص ادي اللقبة اللعبت له محمد محمود لعيب جامد جدا طبعا وبص ادي اللفة وحطا بوش رجله على طبعا سندها برجليه اليمين بص السندة الاولانية دي مهمة اوة كبير ايوة بيخرج نفسه بالكور احمد سيد غريب في الشط الاولاني السندة قدامه الجون تولد منه شوية فالسندة دي تفرق جدا استلامك انت طبعا فرود وعارف الاستلامك حطيتها تحت رجلك بص ودي اللفة وحط رجله وحطها في الزاوية البعيدة ده لعيب تقدر تقول بدل عنده الاساسيات دي ده لعيب ممكن لعيب المميزة محمد اشرف الباكت الشمال بتاعنا برضو لعيب برضو مجتهد جدا وتحركاته وبيشوت برجله الشمال ويرفع برجله الشمال تقدر تبني عليه انه لعيب مع ناحية الشمال يبقى في الفريق الاول نحطه برضو موجود محتاجه حيلعب حيقعد بره مثلا برضو مفيش مشكلة بس حيلعب برضو في اي وقت لان عندك خيمة كويسة عندنا برضو كذا يعني كذا لعيب ده احمد سيد غريب يعني برضو احرز هدفين قبل كده فماتشه بعدين قعد وبعدين لعب تاني برضو جاب النهاردة جاب جون وجاب ضربة جزاء تتحسب له طبعا زياد طارق زياد طارق باللعيب الكويسة جدا الامكانيات اللي عنده مع شغله ما هيبقى مع الفرقة الاساسية لما ينزل في وسطيهم هيساعدهم جامد جدا بتحركاته وشوفنا قبل كده جاب جون كويس جدا جدا اللي عادة من الشمال اللي ورا عاملة في الزوال بقيدة امكانيات سامت بنطوريها ايه انك انت اللعيب ده عنده امكانيات لازم انا كمدرب استغلب الحاجات دي ومرنوا عليها ويتمرن عليها في التدريبات ويشوف ازاي بتتلاعب الكرة ويعيد هلو عشرين مرة في التدريب لوحده تدريب الخاص لوحده يتعلم ويبقى فيه تقوية للقوة الجثمانية عشان يبقى يقدر في المتشاطة الافريقية لما استعين به يبقى قوي يتحمل الخبطات والحاجات دي فده شغل بيحصل مع الولادة الصغيرين لما يبتدوا بقى يدخلوا مع الفرقة الكبيرة يعني انا متفاعل ان شاء الله ان احنا فريدنا دي الاهلي مع النجومنا اللي خدوا الراحة انا عايز بقى نتكلم في النقطة دي التحضير للموسم الجديد بدأ بالفعل اراحة اللاعبين الاساسيين اللي كان بقى لهم ثلاث سنين مفيش راحة سواء مع النادي الاهلي والمشاركة في كم مبطولات كبير جدا ومشاركة مع منتخب مصر وهم كمان عناصر اساسية سواء في النادي الاهلي او العدد الاكبر في منتخب مصر اراحة اللاعبين كانت حاجة مهمة برضا كانت فاوز تمام طبعا يا كابتل سوف انا بقولك يعني النادي الاهلي دفعت ضريبة بتاعت انه هو نادي كاهلي نادي القرن صاحب البطولات العشرة واحتفاله بالافريقية وبعد كده لما جه المنتخب فاكا لما المنتخب يحتاج اللعيبة ضحه باللعيبة بتوعه الاساسيين وراح كس العلم للاندية يعني انت بتمثل افريقيا وبتمثل مصر وبتمثل كل العرب وكله انه بتلعف كس علم للاندية ضحيت باللعيبة الاساسية بتاعتك عشان خطر المنتخب مفروض كان اتحاده الكرة يعني يراعي النادي الاهلي عمله يريح مش عايز اقولك ايه من مطشاط النادي الاهلي ثلاث سنين اللعيبة دي ما رايحتش من مطشاط لبطولات لأفريقيا لسفريات رايح جاي لسوبر وجاي وكس علم للاندية اللعيبة كابتو اسامة انت عارف طبعا بيجي فترة بيزهق من الكرة التشبع زهني زي ما بقوله لازم زي محمد صلاح مع عمل محمد صلاح عمل ايه الموسم بتاعه عدد مباريات كتير في الموسم بيلعب اساسي لازم لي شهر بيفصل تماما يبعد عن الكرة خالص يبعد عن الكرة خالص بيرجعلوا حالة الاشتراك تاني لان احنا تعارف احنا دوقتي لو اي كرة بنشوفها بيبقى عايز نجري عليها بس طول ما انت لو في المجال على طول بتجيلك نوع من الزهاج زي اي حاجة فلازم ياخد فترة راحة بيل عنها فاللعيبة بتاعتنا الحمد لله لعيبة كلهم نجوم من اول شنية والغاية محمد الشريف يعني في جميع المراكز عندنا لعيبة احسن لعيبة في مصر اللعيبة دي هتاخد راحة هتبقى في حالة استشفاء هتمرانه كويس مع الصفقات الجديدة ان شاء الله عندنا الدوري لسه في اكتوبر عندنا الافراكية برضو لسه قدام شوية فاللعيبة دي تكون رجعت خدت وعملت فترة الاعداد اللي انت كنت مفتقدها بقالك ثلاث سنين من تلحم الموسم طول عمرنا ايام ما كنت انا بلعب وانت ايام ما كنت متلعب لازم فترة الاعداد لو فترة الاعداد دي اللي ما تعاملتش للعيب هيقع دي اللي بتقفك على رجلك طول الموسم كنا بنروح نروح اي حتة في مرسا ما تروح مش عارف ايه بتروح من عسكرات برا تجري على الرملة دي الفترة اللي بتخلي فيك القوة البدنية توقفك طول الموسم مع الحفاظ بقى لانك ايه بتحافز على التدريب بتحافز على ساعات النوم بتاعتك مهمة جدا بتحافز على نفسك زي ما بتشوف يعني محمد صلاح يعني فعلا يعني هو لازم ديك مساء هو ده الاحترافي النوم بدري الصحان بدري التدريب كويس الاكل كويس هتلاقيه زي الفل